اللي جرى فعلاً النهاردة زي ما قال صديق العزيز مصطفى زمزم النهاردة كان إفطار تاريخي مهم إلى أبعد الحدود بقى على سبيل المثال أشياء التحالف الأحزاب السياسية واللي بيضم أربعين حزب سياسي مصري بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اللي بتتمثل في إيه بقى مولانا حزمة من القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أكد سيد النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب رئيس حزب إرادة جيل في بيان إن تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارع الأمح ومشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة وشركات كبيرة قوي بالمناسبة طرح حصص لها فيها في البورصة يعني أنا وحضرتك نقدر نروح نشتري أسهم نتملك في هذه الشركات يزيد رأس مالها تزيد قدرتها على الاستثمار تزيد قدرتها على الإنتاج سهمك هيكسب طول ما هذه الشركات بتكسب أيضا قارات متعلقة بدعم المستثمرين فيها بقى حلول جزرية لمواجهة الأثار الناجمة عن التداعيات العالمية أيضا فيها إعفاءات ضريبية يعني متوسطة المدى أظن تقريبا خمس سنين لو أنا فاكر الرقم مظبوط مش عاوز حدد رقم بس عدد سنوات عشان أنا نسيت الرقم بصراحة يعني في ظلم من أول ما الرئيس قال كده كله قاعد يصفق تصفيقا حدا على مسألة دعم الاستثمار ده أنا عايز أقولك كمان أنه الرئيس قال وأنه أنا بوجه الحكومة لكي تعلن عن مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة التعامل مع الأزمة العالمية وحزمة لتحفيظ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يا سادة يا كرام مصر على مستوى العالم هي بلد شديدة الجاذبية الاستثمار هي البلد رقم واحد في جاذبية الاستثمار في الشرق الأوسط رقم واحد مش رقم اتنين الشرق الأوسط من محيطه إلى خليج ممرة واحد مصر من الدول شديدة الجاذبية الاستثمار في العالم الإجراءات اللي بتتعامل تدخل استثمارات استثمارات يعني سعر الدولار يبدأ يهدى استثمارات يعني إنتاج كتير يكفيك وتصدر استثمارات يعني لما تصدر تقدر تدخل فلوس أكتر استثمارات يعني فرصتك في العمل بتزيد جزء من اللي قاله الرئيس وهو شديد الأهمية البطالة اللي كانت في 11 و 12 و 13 وصلت لحد 14 و 15 في المية وكنا وقتها 85 مليون ولا 90 مليون النهار ده هي 7 ونص في المية مع أننا دخلين على 110 مليون يبقى تصور لو إحنا العدد ما بيزيتش أو بيزيت زيادة هينا بالراحة يعني ده معنات أن البطالة تبقى إيه؟ ده كده كان معنات أنك ممكن البطالة توصل تقريبا لـ 5% تاني لازم تبص على الأرقام والنسب دي عشان تستوعب حجم الجهد فيه ناس بتتكلم ويمكن مش واخدة بالها ما بتبصش كويس على الأرقام ما بتحللش الرقم يعني بي